عندما يطلقني الزيارة و هذا النوع سيدنا عيسى عليه السلام في حلول هناك سيد السيوليستي ان المعجزات هي المعجزة و لتنميه ان تسميني ميزة بشكل صنعي و لأن تسميني ميزة بشكل صعب و هو علاج لحياتهم منشيل الله في هذه الآية وأبرئوا الأكمه والأبرص وأحية الموتى بإذن الله لا أعدلني بإذن الله وسعود وأبرئوا الأكمه والأبرص تلقص Lesslie أبرئوا الأكمه بإذن الله وأبرئوا الأبرص بإذن الله وأحية الموتى بإذن الله سواء منيد الاختصار وأحيي الموتى توتني أعظم من أختها قيم شرب أعداس تتزع لك تشار سيدنا عيسى عليه السلام يصار ثلاثة إلى أربع حالات فقط من إحياء الموت من المياموني يصار في حال يتوقع تحدي الناس شهيد يقول لا يموت يستطيع أن ينسج فسأل الله فأحياه إقن نفس الشي يصار سمني من قتله فأحياه الله سبحانه وتعالى يتفكر عن ناس بطا يتفكر عن بقرات بني إسرائيل تلاحظوا ماذا يقضع عنه يقضع أفن غموني بقرة بني إسرائيل يموت فرمي ببعض لحم تلك البقرة فأحياه الله ينطق من قتلني ثم توفاه الله سبحانه وتعالى سيدنا عيسى عليه السلام إنا يسندني وأحيي الموت ولي بدني بإذن الله هامي وليس لنستحضر المعنيين وليس لننتق من Wan قدير وليس لنذكر نستغرب لا نستغرب وليس لنستغرب لننتق من الموت لكن لنضع و Tingنا وليس لننتق من الموت لا يمكننا أن يكون هناك مجدداً سؤال لذلك كانت تفقى من المؤمنين من الإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أقول الموتى لن يكون الموتى في الموتى لا يكون هناك مجدداً لا يكون هناك مجدداً لا يكون هناك مجدداً لكن عندما جاءنا الوحي من الله سبحانه وتعالى بأن الله على كل شيء قدير وأنه يحيي الموتى كذلك آمنا بسيدنا عيسى أنه يحيي الموتى سوى من يدعوذ غدولة هي حالة خاصة وجد المعنى أنه لا يريح لا به لا عليه فيحيي الموتى خاطئ وإنما هي معجزة خاصة في أوقات محددة لا تقرسم بالله هذا من عند الله سبحانه وتعالى